هننتقل مع حضراتكم سريعا على الهواء مباشرة للنادي الاهلي وانتابع مع حضراتكم الاعلان رسميا عن قرارات مجلس الادارة الذي انتهى في اجتماعه الاخير منذ قليل موسيقى شخير انا برحب بحضراتكم وبشكركم الحقيقة كالمعتاد على حرصكم على متبعة اجتماعات مجلس الدارة النادي الاهلي بكل دقة وعدد ساعات كبيرة بتقضوها معنا الزملاء الصحفين والالميين ومن خلال قناة النادي الاهلي كمان بنوجه التحية الحقيقة لجمهور النادي الاهلي العريض يهمين يقول انه هذه الجلسة الاجتماع مجلس الادارة هي الجلسة رقم خمسة او الاجتماع رقم خمسة وانه الجلسة مستمرة ان شاء الله ستستكمل في وقت لاحق ربما الاسبوع المقبل نظرا لانه في عدد كبير جدا من الموضوعات اللي كانت معروضة على هذه الجلسة او هذا الاجتماع وبالتالي المجلس ارتأى انه يستكمل الاجتماع ان شاء الله في جلسة قادمة وبالتالي ما عندناش قرارات كتير نقولها لحضراتكم وان كان ابرز ما خرج من قرارات انتو عارفين انه المجلس يسابق الزمن من اجل النهوض بالنادي على كافة المستويات لو بدأنا مثلا بالجانب الاجتماعي الحقيقة انه تم اعتماد لائحة اللجنة الطبية او اللائحة العامة للجنة الطبية وحضراتكم عارفين ان الدكتور محمد شوقي يعني هذا الاهلاوي العظيم هو اللي بيرأس هذه اللجنة وهناك الحقيقة خطة طموح للجنة الطبية اعتمدها مجلس الادارة تتعلق بالتعاقد مع شركة تأمين طبي من المسجلة في الهائة العامة للرقابة المالية للتأمين على العاملين والموظفين في النادي يكون نظام تأمين صحي محترم يليق باسم النادي الاهلي والعاملين به ايضا سيتم تقديم خدمة طبية تتعلق بالاعضاء سيكون هناك كشف دوري مجاني على جميع اعضاء النادي الاهلي فوق 60 سنة وبالتالي فكرة الفحص الدوري دي بتوفر خدمة عظيمة جدا لاعضاء النادي وده اقل حاجة الحقيقة مجلس ادارة النادي يقدمها للأعضاء مش كده وبس هيكون هناك تعاون الحقيقة مع السؤولة عن توفير علاج فيروس سي النادي الاهلي واتساقا مع نهج الدولة المصرية في مصر خالية من فيروس سي هيقوم بحملة الحقيقة للكشف عن فيروس سي في فروع النادي الثلاثة سوى الجزيرة او مدية نصر او الشيخ زايد واذا لا قدر الله كان فيه اي من الاعضاء مصاب فيروس سي سيتم علاجه ايضا على نفقة النادي في غضون ايام قليلة بالتعاون مع الشركة اللي هتوفر هذا العلاج فانا بعتقد في تقديري الخاص يعني انجاز يكون لي رأي هذا الامر وهذا الاعتماد من الحاجات المهمة جدا اللي مجلس ادارة النادي الاهلي خاد بها قرار اليوم لانه الحقيقة دايما اعضاء الاهلي بيأتوا في مقدمة اهتمامات مجلس ادارة النادي الاهلي فيما يتعلق بموضوع التعينات والاستغناءات الحقيقة انه النادي ارجع فكرة تعيين مدير للمقر ومدير للامن في الجزيرة الى الجلسة القادمة لكن تم تجديد الثقة الحقيقة في عدد من الكوادر الادارية المتميزة الموجودة في النادي زي الاستاذ ياسر الرزاز مدير مجمع حمامات السباحة في النادي وايضا تجديد الثقة في الاستاذ ايمن لطفي عبدالعزيز مدير الصلاة والملاعب وكمان الاستاذ حسين سعيد عبدالعزيز مدير المنطقة الترفيهية في مدينة نصر بالنسبة للشيخ زايد ايضا تم تجديد الثقة في اللواء ابراهيم عطالة مدير خدمات الشيخ زايد والاستاذ محمد احمد عبدالله مدير مجمع حمامات السباحة بالشيخ زايد المركز الاعلامي الحقيقة كان الاستاذ جمال جبر الزميل العزيز متقدم بتشكيل للمجلس تم اعتماده طبقا للصرح به او التصور اللي قدمه الاستاذ جمال جبر ايضا تم اعتماد تشكيل اللجنة العليا لخدمات اللي كنا الحقيقة كلمنا عنها في الاجتماع الماضي اللجنة بتضم الاستاذ محمد يوسف محبوب زا ما حضراتكم عارفين رئيس للجنة ومع مقرر الاستاذ محمد سمير ومجموعة من الاعضاء هم السادة لاستاذ عمر عطية ريهام توبار وليد سليمان وياسر سعيد وهاجر مقبول بالاضافة انه تم اختيار عدد من رؤساء اللجان التي لم يتم اختيارها في الاجتماع الماضي لجنة المرأة سترأسها الاستاذ عزة زيان ولجنة الرحلات سرأسها الاستاذ طارق احمد ابراهيم وعلى ان يبقى القيمة الاهلوية والوضو الاهلوي الكبير نظرا لخبراته الكبيرة الحقيقة الاستاذ يقود صعوان مشرفا عاما على لجنة الرحلات يعني دي كانت الحقيقة مجموعة من القرارات اللي اعتمدها المجلس اللي اجتماعه ان شاء الله مستمر للاسبوع المقبل وسيستكمل الجلسة في الاسبوع المقبل في العادة بنختم دايما باخبار كرة القدم والفريل اول حضرتكم كنتم تابعين الاخبار اللي خرجت عن المركز الاعلامي والحقيقة نشرت سواء على موقعنا الرسمي او في قناة النادي وكل وسائل اعلام طيرتها الحقيقة فيما يتعلق بالصفقات الجديدة مجلس الادارة الحقيقة اثنى على الجهد اللي بزلته لجنة الكرة وايضا ادارة التعاقدات وجهاز الكرة بشكل عام ولكابتن عبدالعزيز عبدالشافي فيما يتعلق بالتعاون او بانهاء عدد كبير من الاصفقات اللي حققت ما اسماه النادي وطبقا لتعبير الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي التوازن المالي والفني ازاي توازن فني حضراتكم عارفيني يعني انا الرجل مش متخصص احنا بنتكلمش في الكرة الحقيقة لكن بنعيد ما قاله اهل الكرة يعني انه تم الاعتماد على عدد من اللاعبين صغار السن نجوم متميزين في انديتهم منضمه في فترة انتقالات الشتوية الى النادي الاهلي وفي نفس الوقت تم اعارض ست لاعبين الى الدور السعودي وحضراتكم عارفين الدور السعودي دوري قوي فده وفر الحقيقة للنادي الاهلي مشاركة لهؤلاء اللاعبين اللي كان معظمهم ما بيشاركش وبالتالي بيحافظ على مستوى على ان يعود للنادي بعد انتهاء فترة الاعارة وفي نفس الوقت في عائد مادي لللاعب والنادي اجمالا يعني يمكن القول ان هناك حالة رضا تامة من مجلس الادارة على ما حققوا جهاز الكرة او لجنة الكرة تحديدا وادارة التعاقدات مع جهاز الكرة فيما يتعلق بالتوازن الفني رقم واحد والمالي ايضا ايضا انا عارف الناس مشغولة شوية بفكرة الصفقات والاسعار وما الى ذلك يعني بحب اطمن جمهور النادي الاهلي العظيم انه النادي الاهلي حقق مش بس توازن لا ما هو اكثر من التوازن في الجانب المالي نهيك عن التفوق في الجانب الفني مجموعة من اللاعبين صغر السن بنتوسم فيهم ان شاء الله يكون اضافة هيلة للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي النادي الاهلي نادي بطولات وعنده مشاركات مختلفة في بطولات مختلفة خلال الشهور القادمة بنرحب بعودة الكابتن حسام غالي كابتن النادي الاهلي الى بيته واحنا قبل كده قلنا انه حسام غالي وعماد متعب له مكانة خاصة مش بس في قلوب اعضاء وجماهير النادي الاهلي ولكن ايضا مسؤول النادي الاهلي هندول ابناء النادي اللي احنا الحقيقة بنتوسم فيهم كثيرا عاد حسام غالي الى النادي الاهلي فبنرحب به والمفترض انه يعني البطاقة الدولية ستصل خلال ساعات ان لم تكن قد وصلت يعني تم توقيع العقود وتم القيد في اتحاد الكرة وطلبت ايضا البطاقة الدولية حضراتكم عارفين الفريق الاول لكرة القدم سيغادر غدا الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مباراة مع محترف الدولي السعودي في اتزال كابتن فؤاد انور بدعوة كريمة من الهيئة العامة للرياضة في السعودية بنتمنى لهم ان شاء الله زيارة موفقة والعودة لاستكمال مباريات الدوري وجلسة مجلس الادارة مستمرة ان شاء الله وبالتأكيد هيكون حضراتكم موجودين معنا وقناة النادي الاهلي والموقع الرسمي زي ما احنا متعودين لنخبركم بالجديد وبقرارات مجلس الادارة انا بشكركم ولو في اي سؤال حد يحب بيستفسر عن حاجة قبل ما ننهي هذا الحوال يعني غالبا الاسبوع الجاي وهنبلغكم يا احمد لكن لسه اليوم لم يحدد لان تعرف ان الامر بقى مرتبط باسفار بعض اعظام ايستدارة والكابتن محمود الخطيب وكل قولي كابتن تمام انا بشكركم شكرا جزيلا ويعني ان شاء الله دايما معنا في كل الاخبار السرى المتعلقة بالنادي الاهلي شكرا لكم وإلى اللقاء